وفين إعلاء منتخب مصر عن أي مكان تاني على فكرة ما أقصدش نادي بيانه للأسف معظم الأندية الكبيرة بتقع في غلطة التعليق على وتاني من حق الناس نتعلق فنيا عمري ما فيه مشكلة أبدا أن أنت تقول أن فلان كان لازم ينضم لأوبتاع وبتدفع عن العيب بتاع ناديك ده موجود ده موجود وبيحصل وده شغل ميديا وبتستخدم الأدوات بتاعتك أن أنت بتاع ده موجود وكل الأندية الكبيرة بتعمل كده إنما النهاردة مش هينفع جماعة أننا نشكك في زمم الناس ومعنى زمم وخلي بالكو المدرب المدرب اللي أنت بترمي عليه أنه هو بيسمع كلام عضو مجلس إدارة أو بيسمع كلام بتاع أنت بتطلعه في الآخر وقدامه الجمهور أنه هو إيه أنه هو راجل أرجوز أرجوز لو مدرب جاي درب منتخب مصر وإنت بتقول في التلفزيون أنه هو بيسمع كلام عضو مجلس إدارة أو واحد بتاع في اختيار لعيبته يبقى أنت بتتعمه أنه هو أرجوز صح؟ رجل مؤرج لا يمكن أن يبقى مدرب بروفيشنال أبدا وهتقول الكلام ده ده من ناحية ناحية التانية هل تقبلوا أن حد يقول الكلام ده على مدرب نديكم يعني هل مثلا نقبل أن حد يقول على فريرة أن هو بيسمع كلام مثلا أمير مرتضى مثلا في اختياراته للعيبة اللي بتخش المباراة على طول أول ما أنت تقول الكلام ده أنت بالنسبة لك فريرة ده لو الكلام ده حقيقي ده رجل مهرج كلاون لا يستحققش بموجود لا يستحققش الدولات اللي بيأخدها هل تقبل أن يتقال على كولر أنه هو بيسمع كلام مثلا حسام غالي مثلا في اختياراته للعيبة بتاعت الملعب تقدرش تقول كده ليه؟ لأنه ده مدرب الأهلي إنه ما مدرب المنتخب ما روش ظهر أقدر أقول عليه كده تقدر تقول عليه كده وتقدر تدوس عليه ليه؟ وبالمنظر ده يا جماعة منتخب مصر وعمره ما هيعمل حاجة ولا الجمهور المصر هيفرح بمنتخب مصر تاني ليه؟ لأن إحنا النهاردة بنقتل وتاني أنا ما بقولش ما تعلقش فنيا على اختيارات الراجل ولكن النهاردة لما قاين مدرب النهاردة عشان نضغط عليه ما هو الضغط ده برضو ليه لمت ما بيتعملش كده يا جماعة ليه لمت لازم يبقى فيه مبادئ معينة حاجات معينة إحنا بحطناها قدامنا الضغط ليه لمت الضغط ليه لمت فيه لو وعليت عن الليمت ده وعديت الخط ده بشوية بقى خلاص بقى خلاص تشكيك وبقى يعني بقى كلام ما صحش نوية قال ما صحش نوية قال من مسؤول يعني أن أنا النهاردة بقول أن المدرب المنتخب بيسمع لأفكار برة الكورة أو ناس برة أو ما بيقولش اختياراته من دماغه أنا بشكك في قدراته أمام الجمهور وإنت كلمتك مسموعة والجمهور بيسمع لك هيروح النهاردة المدرج حطت الكلام ده جوه دماغه ويشتم المدرب هيستنى أول ما منتخب مصر يخش فيه جون عشان خاطر إيه عشان خاطر يهجمه ما هو سمع كلامك إنه الراجل ده كلامه مش في دماغه ويبال الراجل ده الترجمة بتاعته عطوله مشجع الدرجة الثالثة إن الراجل ده مهرج ما يستحقش إنه يبقى موجود في المكان ده أنا هشتمه الكلام سعب يطلع من الناس ببساطة ولكن الكلام ليه أبعاد أكبر بكتير من أن أنت بتحاول أن أنت تمارس ضغوط على المدرب بالاختيار لعيب نديك وبرضو تاني بقول مارس واشتغل بس حط في عينيك إن المنتخب ده حاجة كبيرة ومهمة جدا وكلام لكل الناس لكل الناس المرة دي طلعت من حد وقبل كده طلعت من الناس تانية وقبل كده طلعت من الناس تانية وقصة المنتخب أنا بقول لكم أنا بختلف مع مدربين المنتخب في حاجات وكل حاجة ولكن تاني حيث تتشكيك في أسلوب العمل وإن أنا أطلع الراجل مهرج عشان أمارس ضغوط أو أن أنا يعني أوصل ميسج معنا بشكل معين هي في الآخر هتيجي بشكل عكسي على منتخب مصر والنهاردة جمولي مدرب لمنتخب مصر من أيام كابتن حسن شحات ما اشتغلش تحت ضغوط إعلام الأهل والزمالك أو مورس عليه ضغوط من الأهل والزمالك قاتلة وكان كابتن حسن وكان كابتن جوهري وكان كل الناس من الأهل والزمالك وأنا بقول لكم أحد أهم أسباب إخفاقات منتخب مصر ومدربي منتخب مصر واحد تلوى الآخر هي الضغوط الإعلامية الرهيبة اللي بتمارس من جانب الزمالك والأهل على أي جهاز فني في منتخب مصر وأجيب لكم التاريخ أجيب لكم التاريخ صح؟ طبعا كلكم فاكرين قصة كابتن جوهري اللي أرحمه وكابتن طهر أبو زيد وإزاي النادي الأهل يشتغل على كابتن جوهري ويدور عليه مكان ساعة كاس على نهاية 90 علشان يعني إيه كان مش هياخد الكابتن طهر وأنه كان بياخد الكابتن طهر وما بيلعبوش أساسي وكابتن طهر طبعا كان لعيب كبير قوي أسطورة أسطورة يعني مش بتكلم صح ولا غلط لكن الضغوط اللي مورست بعد كده هتلاقوا في وقت في وقت من الأوقات كابتن محسن صالح لما مسك المنتخد ده ما خدش فلان وابتدوا يدوسوا عليه إزاي ما خدش فلان طيب ده من ناحية النادي الأهل نادي الزمالك تخيلوا أن الإعلام الزمالك صدر لجمهور الزمالك أن حسن شحاتة بيتعمد عدم اختيار لعيب الزمالك عشان يفوق الأهلي حسن شحاتة ده خلي بالكو إيه ده أسطورة في الزمالك ده رمز للزمالك ده راجل ليجند جمهور الزمالك الناس عملت لبعض من جمهور الزمالك برينووش بيتعمد أن هو ما ياخدش حزم إمام أو شيكابال عشان هو مش عايز حد من الزمالك يبقى كبير وحسن شحاتة بيختار لعيبة الأهلي عشان يفوقهم وهو الرجل اللي كان بيختار لعيبة الأهلي هو هيبقى عايز يفوق الأهلي ليه هو رجل عايز ينجح لعيبة الأهلي ماشى كويس مع بعض في الوقت ده مع جوزيه وبتاعه عايز يستغل الحالة الفنية المميزة اللي فيها الأهلي وينقلها للمنتخب مع وجود لعيبة تانية مميزة من قندها تانية الولاد اللي هو مطلعهم مع اثنين ثلاثة محترفين كويسين هو ده كان الفكر بتاعه إنما بقى ايه الشيطانة الشيطانة ما أنا بقول دي شيطانة على فكرة ده شغل شياطين اللي هو أنت لهمك لبلد ولا مصر ولا بتاع لا 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 ليش دعب الكلام ده أنا المهم إن أنا ايه الكومنتات على الفيسبوك تبقى حلوة والناس بتشير والفيورشيب والبتاع الدنيا تمام أنا كده ما هي ما هي إيه اللي أنا بقى الدامج اللي أنا عملته إيه اللي أنا عملته وخسائر اللي حصلت من الكلام اللي أنا قلته ده مش مشكلة ولا حد بيحاسب ولا حد بيحاسب ودي قصة أنت النهاردة لما تودي هو النهاردة جمهور الزمالك والأهلي ما سبعين تبانين في المئة من جمهور مصر لما يروح منهم خمسين في المئة منهم رايح الملعب وهم صدق كلامك إن الراجل مدرب المتخب ده ظلم وإنه هو مدرب على ما تفرج وإنه هو مدرب بيختر بالحب والكر وبيسمع كلام أعضاء مجلس إدارة نص الناس اللي راعة الملعب دي مع أول انكسار وأول جولة هيكش فيك هيروح شتم الراجل وده اللي تعرض لي حسن شحاته في وقت من الأوقات وتعرض لي كابتن جار الله أرحمه تعرض لي شوقي غريب وتعرض لي برادلي وتعرض لي كابتن حسام البدري وتعرض لي كابتن إهاب جلالي يعني طبعا ملحقش وكوبر دخل في الخناقة بتاعت حسام غالي وحسامة نبيه والأهلي والزمالك فكروا كده كويس هتلاقوا غير طبعا إنه عندنا مشاكل كتير في الكورة لكن المشكلة الكبيرة جدا في تناول إعلام الزمالك والأهلي لاختيارات المدرب وإن أنت من البلد دي كده مدرب المنتخب مدرب المنتخب ملوش ظهر هيتضرب وما فيش حد يعيج وعلى فكرة خلي بالكوف تكروا كلامي كويس طبعا فيه مناصب مهمة جدا دلوقتي في مصر فيه ناس مهمة جدا اللي هي يعني يعني تقدر نيتش تغالها يقولك أنا ما أقربش منها يا عم أنا أنا أقص دوشة أنا أقرب من قد تديها أمسك الكهرباء بأدية صح فبالتالي هتلاقي أن المستوى اللي بيشغل هذه المناصب المستوى العلمي ومستوى الخبرات ومستوى الإدارة والخبرات الإدارية وخبرات المكان وكل حاجة يبتدي ينزل كم درجة نفس الكلام منصب المدير الفني من منتخب مصر في تكره كلامي هيوصل للمرحلة دي لو النهاردة ما فيش رقابة على الكلام هتلاقي أن النهاردة كل المدربين المميزين سواء أجانب أو مصريين تيجي تقوله منتخب مصر يقولك لا 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 يا عم سيبني أنا بعيد عن القصة دي أنا مش عايزة يا ريان ليه هتمسكني السلكة ريان ليه أنا خليني في المكان اللي أنا فيه خلي بالكم ده الله هيحصل فأتمنى أن احنا نبقى وغدين وغدين بالنا